وبينما لا يزال مصير الموازنة مرتبطاً بمفاجآت الساعة الأخيرة قبل عطلة البرلمان يشارك رئيس الوزراء محمد الشعى السوداني في القمة العربية الصينية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بحضور قادة الدول العربية لتعزيز العلاقات التاريخية وشراكة الاستراتيجية المتميزة مع بكين ضمن أساسيات توازن دولي جديد يستوعب المتغيرات والمصالح في ضوء ارتدادات الحرب الأوكرانية السوداني استبق القمة بالتأكيد على أهمية مشاركة العراق بوصفها مناسبة لبحث رؤية الحكومة لبناء اقتصاد عراقي قوي قادر على تحقيق التغيير النوعي المنشود مضيفاً أن القمة العربية الصينية دعوة صريحة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين العراق مع دول الجوار بما يتناسب وموقعه الاستراتيجي المتميز ترجمة نانسي قنقر